موسيقى رجال يتفوقون على الآلة يخوضون غمار الحرب دون هوادة فالوطن ورايته أسمى غاية جاهزون متأهبون وفي السماء يتسيدون موسيقى إنهم رجال الدفاع الجوي لهيب السماء موسيقى تاريخ عريق ومسيرة حافلة بالبطولات لحماة سماء مصر تتوارثها الأجيال بكل فخر موسيقى الأول من فبراير عام الف وتسعمائة وثمانية وستين إنشاء قوات الدفاع الجوي كقوة رابعة يصفو في قواتنا المسلحة وأحرز رجال الدفاع الجوي انتصارا تل والآخر وفي الثلاثين من يونيو عام الف وتسعمائة وسبعين انطلقت الصواريخ المصرية وأسقط دفاعنا الجوي اثنتي عشر طائرة من طراز فانتوم وسكاي هوك ليصبح الثلاثين من يونيو عيدا لقوات الدفاع الجوي موسيقى ويتحقق النصر المبين في حرب أكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين حيث نجحت قوات الدفاع الجوي في اسقاط ثلاثمائة وست وعشرين طائرة معادية وأسر اثنين وعشرين طيارا وهكذا تنتهي الحرب بتحقيق نصر أكتوبر العظيم موسيقى ولكن الحروب تتجدد موسيقى والمخاطر لا تتوقف والتحديات لا تنتهي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ففي دولة بحجم مصر كان لا بد أن تسعى القيادة السياسية لتطوير وتحديث كافة أفرعها وفي القلب منها قوات الدفاع الجوي على نحو يمكنها من تأدية مهمها في مواجهة أي محاولة لاختراق سماء مصر وتهديد أمنها القومي وأدى هذا التطوير إلى قفزة نوعية كبيرة ليشمل جميع عناصر الدفاع الجوي من عناصر الاستطلاع والإنذار المبكر إلى الصواريخ ومراكز القيادة والسيطرة لتعلن تلك المنظومات عن امتلاك مصر واحدة من أقوى شبكات الدفاع الجوي وأكثرها تعقيدا في العالم حيث تمتاز منظومة الدفاع الجوي المصرية بقدرتها الفائقة على التصدي لجميع العدائيات وأحدثها وقد تنوعت مسارات التطوير في قوات الدفاع الجوي على النحو التالي الاهتمام بالفرد المقاتل وتنمية مهارته الحصول على أفضل نظم التسليح العالمية وأكثرها تطورا والعمل على تطوير الأسلحة وتحديثها مما يضمن القدرات القتالية لمنظومة الدفاع الجوي وقد شمل التطوير الآتي عناصر الاستطلاع والإنذار لتكون أكثر فاعلية في اكتشاف العدائية الحديثة التي تستخدم أحدث تكنولوجيا الإخفاء الراداري وقدرات المناورة لتضم أنظمة رادار حديثة للكشف والإنذار المبكر وأكذا رادار لتأمين حركة الملحة الجوية وتطوير أجهزة المراقبة بالنظر والمزودة بتلسكوبات وكاميرات كهربصرية وحرارية لاكتشاف الأهداف الجوية المنتشرة على طول حدود الدولة وسواحيها وامتلاك العناصر الصاروخية المضادة للطائرات مختلفة المدايات للتصدي لجميع العدائيات الجوية الحديثة ومجابهة أعمال الإعاقة الإلكترونية منظومة الصواريخ المحمولة على الكتف والتي تمتاز بالقدرة على استهداف العناصر الجوية في حين يصعب استهداف حاملها كعنصر متحرك وغير مرئي على الأرض منظومة شلك المطورة لزيادة فعالية الاشتباك بنيران المدفعية الموجهة رادريا والمزودة بأربعة صواريخ إجلاق صيرة المدى ضد الصواريخ الجوالة والأهداف الجوية المقتربة موسيقى تطوير مراكز القيادة الآلية المصرية الصنع والتي تربط بين عناصر منظومة الدفاع الجوي وتضمن سيابية العمل بين الرادرات ومنصات الدفاع الجوي ومنظومة النيران الساروخية والمدفعية ووسائل وأجهزة الإنذار المبكر والاستطلاع المختلفة بما يحقق أوجه التكامل بين مختلف وعناصر وحدات الدفاع الجوي وباقي أسلحة القوات المسلحة نمضي قدما إلى الارتقاء بمركز التدريب التكتيكي ليصبح أحد أفضل ميادين الرماية العالمية لإجراء التدريبات المشتركة بالذخيرة الحية مع الدول الشقيقة والصديقة مع تزويده بمحطات حديثة لإطلاق وتوجيه الطائرات الهدفية وعملا بمبدأ الوقعية في التدريب يتم تنفيذ الرماية بالأنظمة المتطورة من الصواريخ والمدفعية لتعلن عن الكفاءة القتالية لقوات الدفاع الجوي تميز واحترافية في تنفيذ المهام القتالية ليلا ونهارا وقد ظهر ذلك جليا في المشاريع التعبوية والتكتيكية تطوير الورش الانتاجية والتخصصية ومضاعفة انتاجيتها لتوفير أعلى مستويات التأمين الفني للعناصر المقاتلة حيث يتم استخدامها طبقا لأحدث النظم الإلكترونية للسيطرة على المخزون لضمان الحفاظ على الصلاحية الفنية والكفاءة القتالية للمعدات توطين الصناعات والبحث العلمية وكان ثمارها تصميم وتنفيذ منظومات غير نمطية لمجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار بتكنولوجيا متطورة تواكب التطور في العدائيات الحديثة والتي شاركت في المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية ايدكس الفين ثلاثة وعشرين تطوير العملية التعليمية والتي تعد أولى اهتمامات القيادة السياسية بتحقيق نهضة شاملة لمنظومة التعليم في الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتخريج أجيال متعاقبة من الطلبة المسلحين بأحدث وأرقى أسليب التسليح الحديثة مأهد الدفاع الجوي الضرع الثاني في المنظومة التعليمية قيمة علمية تضاف لتأهيل ضباط الدفاع الجوي للحصول على الفرق الحتمية ودرجة الماجستير والدراسات العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية اهتمام متعاظم بأوجه الرعاية الشاملة للفرد المقاتل عبر الارتقاء بسبل الأعاجة الخضارية بتشهيد المعسكرات الحديثة بوحدات الدفاع الجوي والمنتشرة بربوع مصر ويبقى الوفاء للذكرى الشهداء شيمة أصيلة لحماة السماء من كافة الأجيال هكذا يتم الاحتفاء بذكراهم الخالدة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الدفاع الجوي وتبقى قوات الدفاع الجوي العيون الساهرة في كافة ربوع الوطن تعمل ليلا ونهارا بكفاءة واقتدار عاقدين العزم على حماية سماء الوطن ودرعا من دروع قواتنا المسلحة الباسلة تحمي الحدود وتصون المجال وتظل دوما قوات الدفاع الجوي لهيب السماء الحمد لله بالمستوى اللي احنا شايفينه ده هي قوة رشيدة وده سمة من سمات الجيش في مصر هذا أمر يعني يدع للفخر التسلح بالعلم والمعرفة والتسلح بالإيمان هو ده السبيل الحقيقي لامتلاك قدرة قدرة لا تقهر سابت يا بلدي باحمي أرض ولا الأسود صدق في وعد جبل وواقف على الحدود شايل في قلبي علمك رفع تمال لريتك وانحد فكر يجي جنبك مصير موت وعد الحر دينا علي وواعدك لو حد مسك والله في سماء لنشيله من على وش عرضك أعزك سلام والحيال اللي بيحمي أعرضك واللي يضحف روحول أهلي أبي طرامك واللي في وش عدو واقف يا حيالك أنت